السلام عليكم السلام عليكم يا جماعة انا عايزكم في موضوع مهم تجيت الدن واحدوه انتو مش هنا ولا ايه ايه ده يا عادل ايه الفضيحة دي فضيحتي يا مام الواد رمزي عشان لابس اللبس ده ده لبس مساعد حانوتي انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي الحمد لله وان شاء الله بأمر لها بقى حانوتي عد الدنيا يا سلام وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده طبعا يا نقنو طيق ده انا هموت من الفرحة المهمة تموت يا رمزي سيبك بقى من الفرحة دي انا اللي هفرح لما تفنك بايدي يا لان يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حانوتي انت عايزنا ان انا نعمل لك حفرات على الارض لا 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 يا من غير حفرات ولا حاجة رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده مش كده يا ده ولا يا لان يا رمزي طبعا انا معلمي انا عايزكوا بقى في حاجة تانية خالص انا عايزكوا يا جماعة تساعدوني ان لقي اول زبونة تفنه بقى ان شاء الله يعني ايه مش فاهمة يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدأ بي حياتك لا لا انتوا لسه بس ان شاء الله على ايدي برضو انا بتقلقوش يعني لكن انا بفكر في حاجة تانية خالص انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب بيخلص شحن تقولولي عليه اروح ازوره قد يوم الكارت بتاعي اول ما يموت يقولولي بقى عشان روح اتفنه بقى اي يا ابني اللي انت بتقوله ده ما ينفعش طبعا انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يد الخيبة يا ابني فكر في مراتك طول انا متجوزة حانوتي فكر فوقتك لحمك ودمك لما حد يجي يطلبني عريس اقوله ايه روح اطلب ايدي من اخيها الحانوتي فكر في بنتك ياسمين طول ايه زميلة في المدرسة بابا حانوتي مش احسن ما تقولهم بابا مفلس يا جماعة ارجوكو لو سمحتوا انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعة ادوني اسماء بقية العيلة اللي قربوا يقطعوا شحن بعد ازنوكو يلا يا معلمي يلا احنا باين علينا كده وان مفيش اكل عيش لنا هنا هو يلا ماشي يلا بينا يا رمزي يلا بينا عموما انتوا الخسرانين بعد كده هتتحيلوا علي عشان تشغلوا معايا وانا اللي هارفوا يلا وحدوا